سيد حسام بصفتكم مسؤول إغاثي كيف تتابعون ما يحصل في الشمال السوري وما المعاناة التي واجهتموها هناك بداية مساء الخير للجميع طبعا الاحتياج ضخم ويفوق قدرة أي مؤسسة واحدة على الاستجابة لها بكل المقاييس الأزمة السورية هي أزمة امتدت حتى الآن لـ 12 عاما كارثة الزلزال هي أزمة ضمن كارثة معقدة فيجب أن نؤكد على هذا الموضوع بداية ونؤكد أيضا أن حجم الاحتياج الإنساني هو ضخم ما قبل كارثة الزلزال الاحتياجات هي في كل مكان كاتحاد دولي لجمعيات الصليب الأحمر والهياء الأحمر نحن لا نفرق بين أي شخص بناء على خلفيته أو معتقداته أو توجهاته نحن نعتمد على الاحتياج والاحتياج أولا هو الذي يوجه عملنا نعمل بشكل وثيق مع زملائنا في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في سوريا للوصول إلى كافة السوريين في كل سوريا بناء على الاحتياج الذين هم بحاجة لهم طبعا يوجد العديد من التحديات التحديات اللوجستية التحديات التمويل أثر العقوبات على العمل الإنساني هو أيضا تحدي كبير يواجه كل المنظمات والمؤسسات التي تعمل في سوريا هل ذلك هو الذي أفشل المنظمات الدولية بتوفير مسلزمات الإغاثة على نحو عاجل؟ بداية نقطة مهمة جدا المستجيب الأول هو دائما الأشخاص والجهات العاملة في المجتمعات المحلية وكمثال على ذلك منظمة الهلال الأحمر العربي السوري من خلال الأربع تلاف متطوع الموجودين على الأرض منذ اليوم الأول للكارثة هم موجودين في الساعات الأولى كانوا وقاموا بعمليات الاستجابة في البحث والأنقاذ الإسعاف الأولي خدمات الإيواء فهذا النقطة نركز عليها على موضوع العمل المحلي في الصعيد الإنساني المنظمات الدولية طبعا والمنظمات حتى منظمات التي تعمل والمؤسسات التي تعمل في البحث والأنقاذ في سوريا التحدي الأساسي الذي كان موجود هو نقص المعدات التقنية والمتقدمة لأعمال البحث والأنقاذ النقطة الثانية أيضا هي نقص الموارد وخصوصا نقص الوقود وهو إحدى الأمور التي أثرت على سرعة الاستجابة وآلية الاستجابة طبعا يوجد العديد من المؤسسات الدولية أيضا تعاني من صعوبة جمع التمويل بسبب الأزمة التي امتدت للسنوات الماضية فالمجموعة من العوامل تكابلت وأدت إلى نقص كفاءة العمل والاستجابة ليازه الكارثة من خلال خبراتكم بالسابق هل زلزال بقوة 7.8 درجات يمكن أن يولد دمار بهذا الحجم وعدد قتلى بهذا الرقم الذي لا زال يتصاعد والحديث ربما أنه سيصل إلى 60 ألف قطيل ربما يعني هل ذلك هو بسبب كارثة العصر أم ما سمي بإهمال العصر بداية هذا الزلزال هو الأكبر حجما بما يزيد عن 25 عام في هذه المنطقة تحديدا فهو حجمه والمنطقة التي أثر عليها هي منطقة ضعيفة تجاه الزلازل عبر العصور هي ليست شيء جديد في هذه المنطقة من ناحية التعرض للزلازل النقطة الثانية طبعا نحكي أكثر عن سوريا قدرات البنية التحتية هي بالأصل متضررة بشكل كبير جدا بسبب طول الأزمة السورية الهياكل الصحية منهكة نقص الموارد الخبرات البشرية كلها تعرضت لهذا إنهاك يعني لو كانت الموارد متوفرة والبنى التحتية تراعي معايير الزلازل والتجهيزات كلها موجودة لكنا شاهدنا عدد قتلى أقل صحيح؟ طبعا هذا الموضوع هو موضوع نسبي يعني حتى في أكثر الدول المتقدمة كاليابان مثلا اللي هي عندها التأخب للزلازل الأبنية المقاومة للزلازل حسب شدة ومنطقة وضعف المنطقة التي تتعرض لها طبعا التأهب دائما يقلل من حجم الخسائر التأهب للكوارث نستثمر فيه بشكل كبير لنقلل من حجم الضرر أثناء الاستجابة ولكن هذه الكارثة هي كارثة معقدة جمعت العديد من نواحي الضعف في وقت واحد طيب ما المراحل المرتقبة الآن؟ هل تم الانتهاء من مرحلة البحث عن ناجيين؟ ما علامة تتوقف المرحلة الثانية؟ وما المراحل المرتقبة؟ بداية النقطة الأولى دائما يوجد أمل والأمل في العمل الإنساني يجب أن لا ينقطع ولكن المراحل التي ننتقل إليها أكثر حاليا هي مواضيع التأكيد على خدمات الصحة والمياه خدمات الإيواء والبدء بالتفكير بمرحلة الانتعاش المبكر إذا كنا نستطيع أن نضعها بهذا الصياق من ناحية العودة للتفكير بموضوع الخدمات الصحية، خدمات المياه والأصحاح، الخدمات التعليم مساعدة المجتمعات المحلية والعوائل المتضررة في العودة إلى بيوتها في حال سلامة هذه البيوت طبعا هذا الكلام يأخذ بعين الاعتبار نحن نعاني من طقس بارد جدا يوجد موجات من البرد في هذه المناطق المتضررة في عدة أشهر ماضية كان انتشار لوباء الكوليرا في هذه المناطق فالعمل المبكر هو أساس للاستجابة المنظمة والصحيحة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات على المدى الطويل ليس فقط الاحتياجات العاجلة طبعا نركز دائما في الفترة الأولى على الاحتياجات العاجلة دون إخفال الاحتياجات على المدى المتوسط والطويل الأمد طيب كنا نتابع عرقلة المساعدات التي تصل إلى الشمال السوري هل تمت أيضا عرقلة فرق الإغاثة أم كان هناك ممرات خاصة معاملة مختلفة لوصول المسعفين طبعا كحركة دولية للصليب الأحمر وهلال الأحمر نحن نناشد كل الأطراف بتحييد العمل الإنساني فلنضع السياسي جانبا ولنركز على أولويات العمل الإنساني من خلال توفير معابر وممرات آمنة لكافة فرق الطوارئ لوصول للأشخاص المتضررين يعني ليس هناك من ممرات آمنة لي فرق الأسعاف؟ تعقيد على الأرض الهلال الأحمر العربي السوري يحاول جاهدا ومنذ عدة أيام للوصول لكل المناطق الوصول ليس فقط مربوط بالموافقات الوصول أيضا مربوط بالتحديات اللوجستية وضبان سلامة عبور هذه القوافل من ناحية الأفراد والمواد الموضوع معقد جدا لا نقل جهدا ندعو جميع الأطراف لتسهيل عمل متطوعي وموظفي كافة الجهات الإنسانية على الأرض للوصول للعائلات المتضررة لا